التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال وزير الخارجية سامح شكري إن قيام بعض الأطراف بغض البصر عن تناول معاناة الفلسطينيين خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أمر مشين وأوضح شكري خلال مشاركته في الحدث رفيع المستوى حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجينيف أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية نتاج للسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 75 عاما مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما حذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح مؤكدا للتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصدر مقرب من المفاوضات أن حركة حماس تسلمت مقترح باريس بشأن اتفاق الهدنة والذي يسمح بوقف مبدئي أربعين يوما في كل العملية العسكرية كما ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين بالنسبة 10 إلى 1 وأضافت الوكالة أن المقترح يطيح أيضا إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة فضلا عن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنات مساعدات يوميا وتوفير آلاف الخيام كما يسمح المقترح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء ذكور في سن الخدمة العسكرية هذا وتصديف قطر جولة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصلي لاتفاق هدنة في قطاع غزة وأوضحت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن الوفد الإسرائيلي المشارك في جولة المفاوضات مكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المساد كما أفادت وكالة رويترز أن محادثات الدوحة ستعقبها جولة مفاوضات أخرى في القاهرة في الوقت الذي أعلن فيه الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات في غزة والأراضي المحتلة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين بأعداد كبيرة جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفته بخطوات السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المشتجد في غزة استشد فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة وكانت قوات الاحتلال قد اختحمت في وقت سابق مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات ونشرت قناصاتها في أكثر من مكان وسط الشباكات وانفجارات سمعت بالمخيم وقالت مصادر في الهلال الأحمر إن الاحتلال أعاق عمل تواقمه في مخيم الفارعة دمر الجيش الأمريكي ثلاث سفن مسيرة وأصاروخين كروز مضادين للسفن كانت معدل الإطلاق باتجاه البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في استهداف طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر وأضافت أن جميع الأسلحة تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة أعلن الرئيس الفرنسي منوال مقهان أنه تقرر إنشاء تحالف أوروبي لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى وفي ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا ضم عشرين دولة قال مقهان أنه لا يمكن استبعاد أي شيء لهزيمة روسيا موضحاً أن الانتصار على موسكو ضروري لضمان أمن أوروبا تتواصل جلسات الحوار الاقتصادي المتخصصي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة محاور التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية وكانت جلسات الأمس قد بحثت ملف غلاء الأسعار وارتفاء معدلات التضخم كما تمت مناقشة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستعرضت الجلسة عدة مخترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ذل التحديات الراهنة صرح مصدر أمني بأن آليات استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة لموسم الحج لعام 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها الحق العمالة المصرية بالخارج وأوضح المصدر أن هذه الشركات هي التي ستتولى استخراج شهادة التحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتسليمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات بالنمك صباح الخير يا مصر بعد الفاصل